اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء أن أي نمو أو تطوير أو نجاح في المملكة العربية السعودية الشقيقة يعمل منطقة كلها فالمملكة العربية السعودية هي محرك النمو الأساسي لهذه المنطقة وعمود الاستقرار فيها داعيا سموه إلى الاستثمار في السعودية كون ذلك استثمارا في البحرين منويا بأنه يرى مستقبلا مشرقا مع استمرار السعودية بالإصلاح والاستثمارات الكبيرة والذي يراه الجميع يتحقق أمام أعينهم وعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم السخي وإيمانهم بالخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين من خلال برنامج التوازن المالي وأوضح سموه أن الهدف من برنامج التوازن المالي هو إتاحة الفرصة لعادة هيكلة الوضع المالي ليكون أكثر قدرة وجاهزية على تحقيق الاستدامة خلال العقد القادم وتنول سموه المبادرات الست التي تم إعلانها ضمن برنامج التوازن المالي ومنها تقليص المصرفات التشغيلية وزيادة كفاءة الكهرباء والماء وبرنامج التقاعد الاختياري يأتي هذا إلى جانب إقرار ضريبة القيمة المضافة الخليجية بما اعتبره سموه خطوة شجاعة وجريئة رغم عدم سهولتها وأضاف سموه أنه رغم أن اقتصادنا في المملكة نفطي فإننا لا نريد الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل وعليه فإننا بحاجة للانتقال من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد نفطي ذكي فإذا نجحنا في هذه الخطوة فإنها ستعتبر نجاحا لسياستنا وقال سموه أنه في العام 2008 أطلقت مملكة البحرين الرؤية الاقتصادية 2030 القائمة على المبادئ الثلاثة الاستدامة والتنافسية والعدالة منوهان في هذا الصدد لأن مملكة البحرين حينما أردت أن تحافظ على الاستدامة فقد حاولنا الحفاظ على زخم الاقتصاد برغم التحديات التي واجهتنا سواء كان ذلك في الأزمة الاقتصادية العالمية أو الأزمة التي واجهتنا في 2011 مع ذلك لم يمر على مملكة البحرين قط السنة شهدت فيها نموا سلبيا واعتبر سموه أن حفاظ مملكة البحرين على أداء اقتصادي قوي رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا كنتيجة للأسس القوية التي توفرها سياساتها وتشريعاتها الاقتصادية لدعم التنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص لافتني لأن الاقتصاد البحريني حقق مكتسبات بارزة منذ اطلاق الرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين عام الفين وثمانية منها وصول حجم إسهام القطاعات غير النفطية إلى ثمانين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع النمو الاقتصادي غير النفطي بخمسة في المئة ليكون بذلك الأسرع في المنطقة واشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دوما للحفاظ على البيئة الاستثمارية الجاذبة وتعزيزها من خلال استمرار الانفتاح الاقتصادي ووضعها ضمن الأولويات الاستراتيجية وما مكن البيئة الاستثمارية البحرينية لمقوماتها الوعدة من تحقيق نمو في استقطاب الاستثمارات الخارجية بمعدل عشرة أضعاف خلال ثلاث سنوات في الفترة من الفين وخمسة عشر إلى الفين وثمانية عشر حيث كانت تبلغ خمسة وستين مليون دولار في الفين وخمسة عشر ومن المتوقع أن تبلغ ستمائة مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري الفين وثمانية عشر هو الأمر الذي يعزز من موقع البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار جاء ذلك لدى مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القاد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ودولة رئيس وزراء جمهورية لبنان سعد الحريري في جلسة نقاشية بعنوان النهضة الكبرى دور القيادات ذات الرؤى الواضحة في تحويل العالم العربي إلى قوة اقتصادية عالمية والتي تعد إحدى أهم جلسات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الفين وثمانية عشر الذي يعقد في الرياض تحت رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله كما حضر الجلسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ووفد مملكة البحرين الذي يضم عددا من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص وتبع سموه قائلا لقد وضعنا عددا من السياسات لمساعدتنا في تحقيق هدف المحافظة على النمو من خلال التركيز على ستة عوامل أساسية متمثلة في ضمان توفر الأراضي وسهولة الحصول على الطاقة والقوى العاملة ورؤوس الأموال ومؤمة القوانين من أفضل المرسات العالمية ولدينا ميزة الانفتاح على العالم على جميع المستويات وهذه أهم الأشياء التي ركزنا عليها خلال السنوات العشر الماضية إن معدلات الإنفاق التي كانت موضوعة لم تنسجم مع البنية الاقتصادية وقد نجحنا في تنويع اقتصادنا وقد حقق النمو في القطاعات غير النفطية ما نسبته 5% وهي عالية بالنسبة للمنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تمر بها المنطقة وأضاف سموه أنه بسبب تنويع الاقتصاد فقد بلغت إسهامات القطاعات غير النفطية 80% من الناتج المحلي الإجمالي أما فيما يتعلق بالوضع المالي للحكومة لم يستوعب حجم النمو الاقتصادي الإيجابي اليوم النفطة يمثل بانسبته 75% من الإيرادات الحكومية وهذا وضع غير مستدام حين الأخذ بمعدل الإنفاق الحالي وأضاف سموه ناء أي نمو أو تطوير أو نجاح في المملكة العربية السعودية الشقيقة سيكون أثره على كامل المنطقة نحن نرى مستقبلا مشرقا مع استمرار السعودية بالإصلاح والاستثمارات الكبيرة ولقد رأينا ذلك يتحقق وقد كنت في وقت سابق مطلعا على أجندة الإصلاح والرؤى التي صاغتها المملكة العربية السعودية هي رؤى للجميع وأشار سموه إلى أن المملكة العربية السعودية هي محرك النمو الأساسي لهذه المنطقة وعمود الاستقرار فيها داعيا سموه إلى الاستثمار في السعودية معتبرا ذلك استثمارا في البحرين ونوه سموه بمداخلات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية وما حملته من مشاعر أخوية صادقة مؤكدا أن له أخا في البحرين وآخر في لبنان وقال سموه إنه قبل ستة وثمانين سنة وجدنا ثروة تحت تراب الصحراء وهي النفط وبنينا أنابيب النفط ومصاف النفط ولقد سخرنا مردود ذلك لبناء المدارس والمستشفيات والجامعات والمساكن والمدن المتحضرة التي بنيناها وأشار سموه إلى أن الطاقة التي يجب أن نطلقها في العالم العربي اليوم هي طاقة الابتكار وأن نعطي المجتمعات الأدوات لينجحوا في تحقيق ذلك وتنجح أنشطة الأعمال مضيفا سموه أن مصاف النفط عادلها حاضنات الأعمال التي تدعم الأفكار العظيمة وأن موانئ شحن النفط توازيها البنى التحتية بمختلف أنواعها المادية والرقمية وقال سموه أنه كله فخر بأبناء البحرين ويجب أن نفتخر كذلك بمن نكون كعرب لكن الأهم من ذلك أن نواصل السعي لما يمكن أن نحققه وما يمكن أن نكون عليه كعرب أصحاب السمو سيدات وسادتي يسرني أن أكون معكم اليوم وفي كلمتي الافتتاحية وإجابة على هذا السؤال أود أن أشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة القويت على سخائهم وموقفهم الكريم وتفهمهم وإيمانهم بما نحاول فعله ففي عام 2008 عندما أطلقنا رؤية 2030 كانت مبنية على أسس أسس التنفسية والعدالة والاستدامة واليوم نحن نعلم أنه إن كنا نريد أن نواجه الاستدامة لا بد أن يكون هناك كثير من الثقل الذي يدعمنا وإلا أننا واجهنا الأزمة الاقتصادية في عام 2008 ومن ثم التوترات والاضطرابات التي بدأت في عام 2011 إلا أن مملكة البحرين لم يكن هناك فيها أي نمو سلبي أو ركود الأحراب فقد وضعنا عددا من السياسات لمحاولة مساعدتنا في تحقيق تلك الأهداف فعلجنا ستة مجالات للإنتاج مثل الطاقة والعمالة ورأس المال والقوانين التي يجب أن تكون موازية لأفضل الممارسات وكذلك التواصل العالمي رقميا وفعليا هذا كان الأساس الذي بنينا عليه عملنا لتحقيق الاستدامة مستويات الإنفاق التي وضعناها لم تكن متناسبة مع الوضع الاقتصادي الراهن أو الهيكلية الاقتصادية الراهنية وبالتالي قمنا على تنويع حقيبتنا الاقتصادية وتمكننا من تحقيق نمو جيد خلال العام الماضي لا أدري إن كان هذا معروفا بسبب تنويع اقتصادنا فالنفط أصبح 80% من إجمال الناتج القومي إلا أنه العائد للدولة لم يكن موازيا لنمو الاقتصادي النفط اليوم 75% من عائدات الدولة وهذا غير مستدام على مستوى الإنفاق الحالي وبالتالي فإن هدف هذا الدخ المالي نسميه رزمة مالية لإعادة تمكين الاقتصاد ليتمكن من أن يكون مستداما حتى العقد القادم